ينضم لنا من القدس المحتلة فرسياغي الباحث في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية وستد فرسحية كمانا بكمانا على شاشة الغد بداية كيف تقيم البيانة التي صدر يوم أمس من المنامة بخصوص الأوضاع في قطاع غزة وأيضا تصريحات إسماعيل هنية بخصوص ما جاء في تصريح الرئيس محمود عباس صباح الخير منا وصباح الخير للمشاهدين يعني هو بيان شامل حقيقة ولكن السؤال المهم والأساسي أن كل ما صدر عنه هو عبارة عن تأكيدات وإشادات ومطالبات ودعوات تحتاج إلى آليات للتنفيذ ما يطرح من بيانات من القمم العربية المختلفة ومن قمة المنامة بالأمس هو إنشائيات أكثر من كونها خطط قابلة للتنفيذ ولكن هذا الموقف يؤكد على أن الدول العربية بأجمعها تطالب بوقف العدوان تطالب بإقامة دولة فلسطينية تطالب أن يكون هناك قوات حفظ سلام دولية في قطاع غزة والضفة الغربية تستشعر الخطر الحقيقي الذي يواجه المنطقة بهذا الخصوص وبالتالي نرى أن هناك إجماع عربي على رفض ما تقوم بإسرائيل من خطط في داخل قطاع غزة وعلى دعم للشعب الفلسطيني بشكل كامل ودعم أيضا لجمهورية مصر العربية بهذا الاتجاه الخطاب الرئيس أبو مازن للأسف الشديد كان من المفروض أن يندرج في نطاق الوضع القائم في غزة أكثر من الحديث عما آلت إليه الأمور نتيجة السابع من أكتوبر لذلك أعتقد أن حديث سيد اسمعين هنية بهذا الخصوص يتعلق بهذا الموضوع نحن الآن في كارثة في داخل قطاع غزة ونحن الآن نتحدث عن عدوان مستمر وعن احتلال لقطاع غزة وليس عن ما عن السابع من أكتوبر نحن لا نقيم ما حدث في السابع من أكتوبر وما ترتب على السابع من أكتوبر نحن نتحدث عن حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في داخل القطاع نحن نتحدث عن أن ما يحدث في الضفة الغربية والقدس كان قبل السابع من أكتوبر وبالتالي الإجرام الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين حدث قبل السابع من أكتوبر بشكل كامل وبالتالي يجب أن يكون الحديث مترافق تحت عنوان أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى هجوم منذ عام 1948 وأن السابع من أكتوبر ليس هو البداية وإنما هو رد فعل حقيقي على حصار قطاع غزة رد فعل حقيقي على ما حدث من النكبة وحتى الآن رد فعل على ما يحدث في الضفة الغربية من استيطان وإعدامات بيدانية حتى الولايات المتحدة كانت تريد أن تعاقب بعض الوحدات العسكرية الإسرائيلية كانت ساحية هودا التي قامت بإعدام المدنيين الفلسطينيين بشكل غير مبرر في داخل الضفة الغربية وبالتالي نستطيع بالمجمل أن نقول أن قرارات القمة العربية قرارات مهمة وضرورية ولكنها تفتقد بشكل كبير لآليات للتنفيذ طيب ماذا عن محكمة العدل الدولية أو سادة فراسة إذا كانت هذه القمة تفتقد لآليات التنفيذ ماذا عن محكمة العدل الدولية التي أدانت أو ربما أصدرت قرارات لإسرائيل لتطبيقها في ينير الماضي لم تطبق إسرائيل ولم تحترم أي قرار من هذه القرارات أو أي توصيط من هذه التوصيط فماذا عن نجازة يوم أمس وصفت بأنها الجيدة مرافعة جنوب إفريقيا واليوم هناك رد للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولي فبالتالي هل تعاولون على أي قرارات ستصدر وتكون ملزمة لإسرائيل في هذه المرحلة؟ يعني أولا التطور اللافئ في مسألة محكمة العدل الدولية هو دخول مصر إلى جانب جنوب إفريقيا وهذا سيعطي دفع قوية في أمام محكمة العدل الدولية لأننا نتحدث عن دولة لها معاهدات سلام مع إسرائيل وأن إسرائيل تخترق هذه معاهدات السلام وكانت مصر داعمة بشكل قوي لجنوب أفريقيا الآن في هذه المحكمة هذا أولا ثانيا المرافعة التي قدمتها جنوب أفريقيا كانت شاملة وكانت واضحة وكانت تتحدث عن أن حتى الردود الإسرائيلية على القرارات السابقة لم تلتزم بها إسرائيل على مستوى قطاع غزة وبالتالي هناك تخوف في داخل إسرائيل وداخل الحكومة الإسرائيلية بأن تتخذ اليوم المحكمة العدل الدولية قرارات ملزمة لإسرائيل نعم هي ملزمة وفقا للقانون الدولي ملزمة لأن إسرائيل أيضا موقعة على المحكمة العدل الدولية وعملية الإبادة وقرارات المحكمة الدولية وبالتالي إسرائيل عليها أن تلتزم بشكل كامل بأي قرار يصدر من محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص لماذا إسرائيل لم تلتزم سابقا لأن تقريبا القرارات التي صدرت من محكمة العدل الدولية لم يتم اعتمادها بشكل كامل من مجلس الأمن على العكس من ذلك قامت أمريكا بعملية فيتو وإسرائيل تعاملت مع مسألة قرارات المحكمة السابقة بأنها قامت بتقديم ردود على هذه القرارات وأنها ستنفذ بعضا من هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإسرائيلية ولكن المساعدات الإنسانية ولكن حقيقة إسرائيل لم تلتزم أعتقد أن اليوم سيكون مفصلي وأن هناك توقع كبير بأن يصدر قرار من محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بوقف عمليتها بالحد الأدنى في مدينة رفح وأن إسرائيل ستكون في مأزك لأن هذا يعني أنه قد تصدر أيضا قرارات من محكمة الجناية الدولية بأوامر اعتقال لبعض المسؤولين وهذا ما تحسب له حساب إسرائيل طيب ذكرت حضرتك دخول مصر على الخط وربما مصر قررت التعامل مع إسرائيل في الواجهة الدولية بتقديرك إلى أي مدى هذا قد ينعكس ربما حتى على أي مفاوضات مقبلة حتى وإن كانت مجمدة في هذه الفترة لأن جيك سوليفان يحضر إلى المنطقة مرة أخرى سيزور تل أبيب والقاهرة يعني جيك سوليفان سيأتي في نهاية هذا الأسبوع ويلتقي بالجانب الإسرائيلي والجانب المصري ولكن دعينا نقول أن الأوراق في يد مصر هي الأكوة وليست في يد إسرائيل بهذا الخصوص فمصر هي الوسيط وهي القادرة على التوصل إلى تفاهمات وورقة وصفقة لتبادل الأسرة من الجهة الأخرى إسرائيلية من قامت باختراك اتفاقيات كام ديفيد ودخلت إلى معبر رفح وإلى الحدود المصرية وبالتالي الرد المصري بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية هذا يعني رد واضح على أن مصر لن تتساهل ولن تتهاون مع الخروقات الإسرائيلية لاتفاقيات كام ديفيد بهذا الخصوص هذا سيعزز موقف جنوب أفريقيا ليس فقط من حيث المسائل القانونية حيث لدى مصر إمكانية كبرى للانتهاكات الإسرائيلية التي تتم في داخل قطاع غزة ومصر مطلعة بشكل كامل على ما يجري خاصة أنها وسيط ما بين إسرائيل وما بين حماس والمقاومة وبالتالي الذهاب بهذا الاتجاه هذا يؤكد على أن مصر خرجت من مسألة الوساطة لكي تدين أكثر إسرائيل وتقف في مواجهة إسرائيل باتجاه أن على إسرائيل أن تلتزم بالمواثيق والمعاهدات الموقعة مع جمهورية مصر العربية والمواثيق الدولية ولكن كعادة إسرائيل دائما تخرج كل شيء لاحظي محاولات إسرائيل لفتح معبر رفع وفرض ذلك على الجانب المصري وتحت عنوان أنه أمر واقع بأن إسرائيل موجودة الآن في معبر رفع وإسرائيل تستطيع أن تفرد شروطها ضمن هذا المسائل وهذا ما ترفضه جمهورية مصر العربية التي تطالب بالانسحاب الكامل من معبر رفع وتطالب بفتح كافة المعابر إلى قطاع غزة لذلك سيكون لمصر دور نوعي في محكمة العدل الدولية ففدعم جنوب أفريكا في مواجهة إسرائيل أمام العالم وأمام المنظمات الدولية وهذا يعني أن هناك مواجهة قادمة ما بين الجانبين إذا ما استمرت إسرائيل عن جهيتها وإذا ما استمرت إسرائيل في خرقها لكل قواعد القانون الدولي والإنساني دعيني أقول مسألة مهمة أن ما تكون به إسرائيل قد يؤدي إلى تغيير كل قواعد الاشتباك في داخل المنطقة وقد يؤدي إلى تغيير كل الاستراتيجيات الأمريكية التي بنتها ضمن عقود سابقة على ذكر الولايات المتحدة أستاذ فرسيغي يوم أمس كانت تعقد هذه القمة في البحرين وفي بتوزي أرسلة الأسلحة التي كانت مجمدة إلى إسرائيل يقول الكونغرس الأمريكي أنه أقر قانونا يمنع على الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم إرسال الأسلحة لإسرائيل علما أن بيد الرئيس الأمريكي فيتو إن كان يريد ذلك بالتالي هل هذه مناورة جديدة ما بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي بتقديرك؟ لا منع بايدن لم يمنع السلحة عن إسرائيل بايدن منع جزء محدد وهي القنابل الذكية من طن وطن وربع يعني 500 كومبلة بهذا الاتجاه في حين في نفس اللحظة أرسل إلى الكونغرس للمصادقة على مليار دولار لتقديم شحنة مساعدات وبالأمس وصلت شحنة مساعدات لإسرائيل والرئيس بايدن أكد للرئيس هيرتسوك التزام أمريكي شامل بأمن إسرائيل لا يوجد حقيقة ضغط أمريكي على إسرائيل بهذا الخصوص الحزب الجمهوري يتحسب من أن تتخذ إدارة بايدن قرارات هذه القرارات قد تكون ضد نتنياهو بالأساس وليس ضد إسرائيل لذلك ذهب باتجاه مسألة الكونغرس وأصدار تشريع بمنع أن يقوم البيت الأبيض بوقف إرسال أي مساعدات إلى إسرائيل ولكن في واقع الأمر أمريكا من تغطي إسرائيل أمريكا من تدعم إسرائيل أمريكا من تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل وأمريكا التي كانت مطلعة بشكل كامل على دخول إسرائيل إلى معبر رفع وإلى الحدود المصرية وبالتالي هي التي تتحمل مسؤولية كل التداعيات التي تحدث هذا بسهل محبيني الوقت السادة فرسي يغي كنت معنا من القدس المحتلة البحث في الشؤون الفلسطيني والإسرائيل شكرا جزيلا بحضرتك ترجمة نانسي قنقر